الحمد لله الحمد لله الذي حذرنا من دار الغروف وأمر بالاستعداد ليوم البعث والنشوف أحمده وهو الغفور الشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحد حول شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد عبده ورسوله البشير النذير والصراج المنير وصلى الله عليه وعلى آله وأصحاب أهل الجد والتشمير والسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاتي كثير من اليوم قد صارت الدنيا أكبر همهم ومنتهى أملهم أفنوا أعمارهم وشغلوا أوقاتهم وأبلوا أجسامهم بجميها يبنون ما لا يسكنون ويجمعون ما لا يأكلون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لا تمر الآخرة لهم على بال ولم يتفكروا فيما أمامهم من الأهوال كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أيها المسلمون إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من الإغترار بالدنيا غاية التهذير وأخبر أنها لو ساوت عند الله جناها بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء وأنها أهون على الله من سنحلة الميتة على أهلها وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يألق بأصبع من أدخل أصبعه في البحر وأنها سجن المؤمنين وجنة الكافرين وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل ويعد نفسه من أهل القبور وإذا أصبح فلا ينتظر المساء وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح وأخبر أنها خضرة حلوة تأخذ العيون بخضرتها والقلوب بحلاوتها وأمر باتقائها والحذر منها وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد من هذه الدنيا سوى بيت يسكن وثوب يلبس وقوت يقيم صلبا وأخبر أنه يتبع الميت أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله أخبر أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنع أو لبس فأبلع أو تصدق فأمضع وأخبر أن غنى العبد من غنى نفسه لا كثرة مالي وأخبر أن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وقال صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا يريف القلب والبدن والرغبة في الدنيا تطيل الهموم والغموم عباد الله لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون من التنعم في الدنيا ويخافون أن تعجل لهم بذلك حسناتهم أيها المسلمون تأملوا حالكم وما بسط عليكم من الدنيا كم تأكلون من أصناف الطعام كم يُعرَض أمامكم من أنواء الفواكه كم تلبسون من فاخر الثياب كم تركبون من السيارات الفخمة وماذا تسكنون من البيوت الجميلة وماذا ترقدون عليه من الفرش الوثير وما تجلسون عليه من المقاعد الناعمة فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله في دينكم وفي دنياكم وفي أخراكم 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 اشتركوا في القناة 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 كما لا ترس 이제 قدمى الوئيسي بجد الوئيسي بجد الوئيسي بجد من حيث يجب أن يتجبر يجبر بجد هناك كما جبرت وقت يلا تو وخشي وقت يلا سواء فما جبرت ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي نانسي قنقر 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 نانسي قنقر